ليس لها حد معين ولا ثمة ما يوقف أطماعها في واقع الهوان العربي إنها آلة الاستيطان الصهيوني التي تتقصد أكثر الأماكن الدينية أهمية عند المسلمين عين صهيونية على مدينة الخليل يصوبها بن يمين نتنياهو عندما اقتحم المدينة مرافقا رئيس كيانه وعددا من قادة جيشه حاملا معه رسائل استفزازية تجاوزت الدعاية الانتخابية لتصل إلى إعلان الخليل مدينة صهيونية لن يخرج منها اليهود إلى الأبد كما قال نتنياهو حديث نتنياهو يؤكده انتشار آلاف من جنوده في المنطقة الخاضعة للسيطرة الصهيونية الكاملة حسب بروتوكول الخليل عام 1997 والذي قسم المدينة إلى منطقة خاضعة للإدارة الفلسطينية ومنطقة تحيط بالحرم الإبراهيمي حولها الاحتلال إلى منطقة عسكرية مغلقة وزاد عدد الحواجز العسكرية فيها الاقتحام الصهيوني للمدينة يعد حسما فعليا لمستقبلها فهذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها احتفال رسمي يضم الصف الأول من القيادة الصهيونية في منطقة محتلة وسط كثافة سكانية فلسطينية عالية السياسة الصهيونية جرت عادة على فرض حقائق على الأرض لجهة السيطرة على الأراضي الفلسطينية لبناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضي الفلسطينية تحت مبررات التدريب العسكري وبعد تثبيت الوقائع على الأرض يتم استصدار قانون من الكنيست لإعطاء الفعل غطاء قانونيا ومن ثم يتم الإقرار به وتبنيه سياسيا ودوليا توجه الاحتلال لضم الخليل ليس بالجديد فقد سبق هذا الاقتحام إجراء لا يقل أهمية في مطلع العام الحالي وتمثل في قرار نتنياهو عدم تجديد بعثة الوجود الدولي المؤقت في الخليل والمعنية برصد انتهاكات المستوطنين كل ذلك يجري وسط فوضى في الشرق الأوسط يراد من خلالها قتل القضية الفلسطينية وفرض واقع جديد لا يمكن له نهاية الأمر أن يتناسب مع عمق الوجدان العربي والإسلامي مهما كانت الظروف والمتغيرات